حبس أنفاس، هكذا باختصار يبدو الوضع في المناطق الجنوبية الحدودية طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق بشكل شبه متواصل متزامنا من وقت لآخر مع طيران حربي على وقع مواصلة طوافات اليونيفل مهمة مراقبة الخط الأزرق فالهدوء المخيم هنا يخبئ في طياته استنفارا أمنيا ترقبا لرد يهدف منه حزب الله المحافظة على قواعد الاشتباك التي تم إرساؤها الصيف الماضي ما تغير بالموضوع الشيء اللي كان من أربعة أيام من الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي الأمكان أربعة أيام على مدار الساعة فبعدها ما زالت مستمرة يضاف إلى بين حين وآخر الطيران الحربي الإسرائيلي تؤكد أوساط مطلة على موقف حزب الله أن الوقائع الميدانية المتاحة تحدد زمان الرد ومكانه مع الأخذ بالاعتبار عدم الانسلاق نحو مواجهة لا تصب في مصلحته وتكون مبررا لتعديل عديد ومهام اليونيفل في خلال البحث في تمديد مهامها في لبنان في نهاية آب أغسطس المقبل وتفسر أوساط ميدانية ما حصل بعد ظهر الاثنين بأن شبابا من الحزب كانوا في مهمة استطلاع جرت العادة أن ينفذوها من دون أن يكونوا مسلحين فلم ينفذوا عملية ولم يسقط منهم قتلة أما بعد التطورات الأخيرة فمن المؤكد أن الرد آت ليس فقط لمقتل أحد عناصر الحزب في دمشق بل استهداف منزل مدني في منطقة الهباري بقضيفة مدفعية لم تنفجر واقتصرت أضرارها على الماديات أجت القضية في هذه الرعبنا وخصوصا من كان ابني واقف على البرندة هنا وما بتوصف أديش أنا ما فيه يحكي لك أديش الرعب اللي رعبناه كان أنا ولا زوجتي المعارضة ولسيما تيار المستقبل اعتبرت أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصا عسكريا لفئة من اللبنانيين وانتقدت تأخر الحكومة إلى اليوم التالي للإعلان أنها ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن ما يجعل التطورات الجنوبية عاملا إضافيا من عوامل الانقسام الداخلي الاستقرار الهج في هذه المناطق الحدودية مسقل في هذه الفترة بترقب حافل بالتوتر فالوضع مفتوح على ما سيحمله رد حزب الله وكيف سيأتي الرد الإسرائيلي على الرد خصوصا أن هذه المواجهات ولو أنه ثم تستبعادا لأن ترتقي إلى حرب شاملة إلا أنها تشكل جزءا من صراع إقليمي حاد يدفع لبنان أثمانه الباهضة على أكثر من مستوى كلوديا بحناء الغد من لعديسي الحدود اللبنانية الجنوبية